السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي قلبي عاملين ايه معكم بفتحي من قاتل شيف مامي النهاردة هنامي مع بعض القطايف بطريقة سهلة وبسيطة وبنتنتيجة مضمونة جدا ان شاء الله من اول لعجينا لغاية الحشو وكمان هنامي منها الحشو حادق كنعمل انواع مقبلات على صفتك في رمضان شكلها حلو جدا وبسيطة وشكلفنا اي حاجة خالص بالنفس اللي عجينا عملنا منها حلو وحادق يلا بقى نقول بسم الله ونخش الفيديو بتاعنا وطبعا لا او مرة بتشوفيني نسيش اشتراك للقناة وفعل زر الجرس ودوسي لايك للفيديو اول حاجة بسم الله عندي كوبتين من الدي متعدل اغراض طبعا دي بتاعمة نخول كويس جدا وعندي كوبتين من المياه طبعا نفسي كوبتين لانا عيرتي بها الدي هي اللي عيرتي بها المياه وده شيء مهم جدا جدا عندي بقى هنا اول حاجة معلقة من خميرة فورية معلقة من السكر نص معلقة من الملح معلقة واحدة من اللبن البدرة وده مش اساسي في وصفتي بس بدي دي طعم حلو اوي القطايف ممكن استغناء عنها لو مش عايزها او مش موجود عندك بس طبعا لو متاح عندك فيريد تحطيها تمام اول حاجة كده هحط كل المكونات الجفة على الدي طبعا انا هكتفيك كل المكونات بتاعتنا في صندوق الوصف دي بتاعتنا سهلة جدا وبسيطة ومش معقدة مش هنستخدم بقى دي السيميدو كامده خالص اول حاجة هنزب بكوباية من الميا ممكن نعمل خطوة دي في الخلاط تمام كده ضيفت كوباية من الميا كوباية التانية مش هضيفها كلها مرة واحدة لان ممكن ما اخداش كلها حسب نوعية الدقيق انا عايز اوصل نتيجة شبه هجينة الكرب بالزبط عجينة سايلة هحط شوية شوية واقلب لغاية ما وصل لعجينة بتاعتي بصي كده انا اخدت كوبايتين من الميا وقصت كوبايتين من الدقيق تمام يبقى كوباية التانية مش بنحطها مرة واحدة بنحطها شوية شوية لغاية ما نوصل لعجينة اللي احنا عايزينها شايفة هو ده السمك اللي انا عايزها بالزبط دلوقتي هصف العجينة بتاعتي كويس بمصفة كده طبعا بيبقى فيه تكتلات كده ميت دقيقية برضو ما تقلبتش معانا سواء عملتها في الخلاط او عملتها بالمضرب زي ما احنا عملناها كده لازم تصفيها كويس قوي هتشوفي دلوقتي هتطلع معانا ايه في المصفة بصي طبعا الحاجات دي بتبقى في القطيف تبقى شتلاها مش حلو بتبقى وزل العجينة بتاعتي بازم تصفيها خلاص بقى دلوقتي هتسيبها كده على جنبك هتخمر لمدة نصف ساعة مش اكتر من كده ونرجع باكده نشتغل فيها ان شاء الله نعمل مع بعض دلوقتي بقى الشربات علشان انا عايز الشربات بتاعي يكون بارد فهجهزه من دلوقتي واسيبه على الجنب كده يبرد خالص الشربات التالق طيف بيكون شربات تقيل فانه هعمل كبتين من السكر وصد كباية من المياه عليه عصرة نصف لمونة ورشة من الفانيليا لو انت حبه يبقى كبتين من السكر عليه كباية واحدة من المياه ده شربات تقيل هحطه على النار يغلي بعد ما يغلي هسيبه عشر دقايق وبعد كده اطفع عليه العطيف بتاعتنا خلاص كده اختمر ازا ما انت شايفة كده حجمناها الضعيف يدوب بس كده انا ههبط بس الهواء اللي فيها واخرج الهواء عشان اعرف اشتغل بيها لو لقيت القان بتاع العجينة بتاعتك تخن شوية دفلها معلقة واحدة من المياه وقلبيها كويس جدا لغاية بتبقى خفيفة معاكي زي ما كانت في الاول عشان فيه دقيق بيتخن شوية بعد ما بيختمر فحطينا معلقة واحدة بس من المياه وقلبيها زي ما انا عملت كده بالزبط لغاية نتلاقي العجينة بتاعتك بصلت نفس القوامل اللي كانت فيه في الاول عندي هنا بقى على النار طوصة تفال او اي طوصة مش بتلزق او حد طوصة المونيو ومفيش مشكلة خالص بس لو المونيو هتطرن تديها مسحة كده من الزيت طبعا انا سخانة كويس قوي لغاية ما حس بالحرارة كده في ايدي عندي بقى هنا بشفشة او بالمغرفة بتاعتك او باي حاجة هتصب كده بقى في نص الطوصة بتاعتك كده وتحاول تخيلاتي بقى شكل دايرة النار بتاعتي هادية جدا جدا يعني الطوصة كتصخنة قوي في الاول بعد كده هاديت النار بتاعتي خالص زي ما انت شايفي كده بصي الفقعات دي معناها ان عجلات بتاعتي نجحة على النار هادية خالص العجين دا بتحاول اللون الاصفر تدريجي من بره لجوه هتلاقي اللون بيصفر كده معاكي من بره لجوه او ما يختفي معايا اللون الاصفر دا تماما بشيلها على طول مش بستنى عليها علشان ما تنشفش مني عشان ما يجي اقفلها كده وانا بحشي تقفل معايا ما تفتحش مني وانا بقليها بصي كده اللون الاصفر خلاص هو كده اللي بقى طاغي واللون ابي اختفى تماما كده هتخرجها خلاص تمام كده طبعا بحطها في فوضة مطبخ من فوق ومن تحت عشان ما تنشفش معايا تفضل معايا طريقة لغاية محشيها ده مهم جدا جدا وما حطش واحدة فوق واحدة بحطهم جنب بعض عشان ما تعجنش وتلزقه في بعض هنال واحد تاني كمان مع بعض شوف الطاصة بتاعتي سخنة بعملك بالمغرافقة هو المرة دي بصي لازم تبقى دايرة حاولي تخليها شكل مدور ما تبقاش مبوزة منك تمام كده ومش باقي جنبها خاصة وبقلبها ولا بعمل اي حاجة لغاية ما تنشف معايا وتاخد لون اصفر اعرب لك الكاميرا بس عشان تشوفيها بصوا الفقاعات تتظهر معايا ازاي متنسيش النار بتاعتي هادية جدا جدا شمعة ده ضروري جدا عشان ما تشتش مني من تحت وتتحريق شايفة وهو ابتدى اللون الابيض اختفي معايا تدريجيا تبقى كلها لونها اصفر مش عايزة تاخد لون بني من تحت عايزة تبقى لون ده بيفاتح هوريج دلوقتي كده خلاص لون الابيض اختفى او لون العجين اختفى ببقت مستوية دلوقتي خلاص كده انا نخرجها على طول تمام كده وخلص بقى الكمية بقى ونرجع تاني شوفه مع بعض تمام جدا دي كمية بتاعتي اللي انا طلعتها من كوبتين من الدقيق عمت معايا حوالي 22 قطعة انا عاملة قطعة بتاعت كبيرة طب انا ليه عاملة كبيرة هقولك بقى ليد دلوقتي بص الاول لون اللي انا عايزة وصله ده اللون اللي انا عايزاه مش عايزة بقى لون بني لانا لسه هحمرها دلوقتي في الزيت فهتاخد معايا لون فلولونها غامق من الاول هتسود معايا بعد كده بص اللون تاحها جميل جدا اللون بني فاتح او لون دهبي فاتح تمام بص ان بيجي بتنيها وهو ما بتتقطمشي مني ولا بتتقطع ولا اي حاجة خالص ده عشان انا ما طولتش عليها في النار او انا بسويها يدوب او ما اختفق اللون الابيض طلقتها على طول مهم جدا عشان تبقى لسه كده يعني قلبها كده فيه سويل ما تيجي تقفليها تلزق في بعضها ما تفتحش منك وهي محشية تمام بص اللون بتاعها ده مظبوط جدا جدا شايفها تاني اهو ما بتتقطمشي مني ما بتتكسرش ولا اي حاجة تمام انا عملها كبيرة عشان اقدر احشيها برحتي اه حشو كده حلو ما تبقاش حشو بتاعها قليل وتفتح مني تقدر تحكيمي في الحجم اللي انت عايزها برحتيك تعملها اصغر من كده عصفيري او وسط برحتيك خالص ده بقى نحشيها مع بعض شوف انا نحشيها ازاي عندينا بقى ميكس من المكسرات اللي انت عايزها بقى يعني اي حاجة بس تبقى مجروشة كده متكسرة شوية كمان عندي عجوة عايز اقول لكم حشوة العجوة تحفة جدا جدا في القطيف اللي ما اكلش قطيف بالعجوة لازم يجربها عجوة مش بلح يعني انا شوفت ناس بتحط بلح كده لا اعملي عجوة احنا عملناها قبل كده في فيديو الفطايب بتاعة رأس السنة ممكن ترجعيله تاني زي ما انت شايفة كده بحشيها اهو بحط المكسر بتاعتي وبقفل عليها تمام تمام كده هقفلها دلوقتي بشوكة عشان تقفلي كويس جدا وكمان عشان تدين شكل حلو بصوا بترفي الشوكة مش اكتر من كده بقفل عليها عشان تدين شكل حلو زي ما انت شايفة كده وكمان عشان تثبت معايا ما تفتحش معايا وانا بحمرها نعمل واحدة كمان زي ما قطيك ممكن تحكمي في الحجم اللي انت عايزة براحتك لو عملت ازغر من كده توصل معاكي لخمسة وثلاثين قطعة انا حابة ان انا عملها كبيرة نحشيها دلوقتي مع بعض بالعجوة بصي تقفلي كده عليها تضغطي بايدك تمام وعلى طبق كده اوه رخامة وبالشوكة وتبصامي كده عليها شكلها حلو قوي وكمان تأكدت ان هي ان شاء الله مش تفتح معايا كده وانا بحمرها بصي تمام كده نخلص بقى الكمية ونتعي بقى ايه نحمرها سوا عندي بقى هنا على النار طاصة فيها زيت غزير وسخن جدا جدا ولازم يكون سخن جدا عشان ما نزلش بالقطايف بتاعتي في الزيت وتفتح معايا الزيت بتاعي لو بارد او بارد او دافي القطايف هتنزل للزيت هتفتح معايا لازم الزيت بتاعي يكون سخن جدا جدا وبعد ما حط القطايف اوط النار تمام طب انا بقى دلوقتي عايز تطلع القطايف بتاعتي تكون مقرمشة كده وحلوة مش عايزها تبقى طرية هتطلع قطايف بتاعتي على مصفة تمام كده طب انا عايزها طرية هتطلقيها بقى من الزيت هتحطيها على طول في الشربات بتاعك تمام كده يا بنت لو انت عايزها مقرمشة زي ما انا هعمل كده النهاردة هتطلعها بقى من الزيت بتاعي احطها في مصفة تبرد خالص بعد كده احطها في الشربات انما لو انا عايزها طرية هتطلعها من الزيت على طول على الشربات بتاعي زي ما انت شايفة كده همرتها على ناحيتين ارمشها ومش عايزها طرية. تمام? هصف كويس قوي من الزيت. النار بتبقى عالية في الاول بكي بوطيها عشان تستوي معايا كويس قوي وعشان ما تفتحش معايا او منزلها الزيت. خلاص كده. دلوقتي بعمس بتاها بردت خالص تماما انا هي زي ما انت شايفها. حطها دلوقتي في السيرب او حطها في الشربات بتاعنا التقيل. شايفها اديه قوام جميل جدا. خلاص كده هي بردت. حطها دلوقتي في السيرب بتاعنا او في الشربات. تفضل معايا نقرمشها لتاني يوم. جربيها وهتشوفي بنفسك. انما لو انت عايزها طرية هتطليها من الزيت السخن على طول على الشربات بتاعك. تمام كده? هغطسها كده بقى كده يعني شوية وهطلحها دلوقتي بمصفة. هصفيها بقى من الزيادة. عشان نقدمها مع بعض. تمام? طبعا الشربات بتاعنا بارد. والقطايف بردة. فتديك نتيجة طحفة جدا مقرمشة بص شكلها عامل ازاي? طحفة جدا ومقرمشة وجميلة. رشيت عليها كده مكسرات كده من فوق. مش حد ما فيش مشكلة برضو خالص. عايزة واريك كده قدي هي مقرمشة. هفتح معاك واحدة كمان. بصي. نشفة هيباينة. هي مش نشفة مقرمشة. بصي جميلة جدا. طيب تارنا مع بعض بقى الحشوة الحادئ اللي قلنا عليه. ممكن اعمل الشكل لنفس الشكل بتاع الحلم. وممكن اعملها شكل تاني. شكل كده جمالي. هجيب بقى كده اللطيف بتاعتنا. هقفلها من اربع النواحي. زي ما انت شايفة كده. من ناحية دي. ومن ناحية دي ضغطة كده بسيطة. تبقى شابه القارب كده او المركب. تمام? وبحشيها بقى اي حاجة. ممكن يبقى عندك بواقف راخ مسلا. او عندك لحمة مفرومة. لحمة متعصجة. او سجوء. او جبن. او باسترمة. اللي انت عايزاها. طبعا لو تحشيها جبن او باسترمة. يبقى تختار الشكل اللي هو شبه الحلم. اشتبقى متقفلة خالص. انما لو تعمل لي فراخ مسلا او لحمة. اعمل الشكل دوت تبقى شكله حلو جدا. تمام كده? اعمل كمية اللي عندي كلها بنفس الشكل نرجع بقى مع بعض. كده خلاص عملتهم كلهم وعندي هنا بقى لحمة متعصجة. هنحشي بقى بيها الاطاف بتاعتنا. عايز اقولك طبعا حلو جدا زيها زي بالزبط البتزة بتاعت الطاصة. تبقى نفس العجينة دي بالزبط. يعني ما فيش اي اختلاف. ما تلاقيش خالص طبعا مش بتأثر ولا اي حاجة. دي عجينة عادية احنا ممكن نشكلها باي حاجة براحتنا يعني. حلو وحادي براحتنا. كده خاص بعد ما انا حاشيتها باللحم مفرومة. احط على وشها كده متزرلة. طبعا انا عندك زتون برضو هيبقى حلو جدا. ودخلتها الشوية تحت الشوية. اخذت كده لون جميل. بصوا طبعا ما شاء الله شكلها حلو جدا. وكمان زي انتهب بقدونس. شكلها تحفة وجميل. ودي كمان الصنف الحل ودي الحادق. عملنا صنفين من نفس العجينة. شكلها حلو جدا وجميلة. قبل فيديو النهار دي يكون عجبكم ان شاء الله. وشوفكم على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة